يصر متظاهر ومعتصم مدينة الكوت في محافظة واسط على متابعة مسيرة الثورة بالرغم من القمع الحكومي والميليشيوي الذي تصاعد مؤخرا في المحافظة وسقط نتيجته عدد كبير من الجرحى في صفوف المتظاهرين كانت هنا قنابة المسيلة وقنابة الحار رميت في شكل أفقي على المتظاهر كمسعفين نعتبر هذا القنص أصلا للأسف كانت ضرب عشوائي بدون تمييز أصلا بين مسعفين ومتظاهرين لا يميز المهم هو أنه يضربوا خلاص بهم 50 نفر من المتظاهرين يطالبون بعدم الدوام ونزلت عليهم هذه القوة حتى بهم مدنيين بالهراوات وحقيقة هم مؤذوهم وكسروا دراجاتهم وكثير منهم اعتقلوا من قبل هذه القوات الأمنية ويؤكد المعتصمون الثابتون في ساحة اعتصام الكوت على حقهم بالتظاهر لمطالبة السلطات الحكومية وأحزابها الفاسدة بحقوقهم المسلوبة منذ زمن طوي وحق وحرية التعبير مكفولة بالدستور وهذا حالة طبيعية ضد المتظاهرين وهذا القمع الموجود لإنهاء هذه الحركة لإنهاء حركة المحتجين والمنتفضيين اللي يطالبون بحقوقهم ويطالبون بوطن كذلك يؤكد المعتصمون أن المحاولات الحكومية والميليشيوية لإسكات أصواتهم سيكون مصيرها الفشل بسبب إصرار متظاهرين على بلوغ أهداف ثورتهم الوطنية نرى هذه عمليات القمع وعمليات القتل للمتظاهرين وتحريك الفوضى داخل صاحات اعتصام الكوت السلمية والمتميزة بسلميتها والتي كانت قدوة وإسوة حسنة لجميع المحافظات العراق هي عمليات ميلاشيوية حزبية بحث تحاول زعزعتهم وإحرافهم عن الطريق لإظهارهم بصورة غير لاقة وإنهاء الحصامات أنا أقول لك ما أداوم يريدوني فصلوني؟ خلي فصلوني لأن أنا طالعة عبدي قضية أنا قضيت قضية وطن هذا دم الشهيد اللي يراح على مودي وعلى مودك حتى يطلع لحقي حتى يأمن مستقبل الجهالي الشون أنا أخذ له؟ أنا من أخذ للمتظاهر وأروح أداوم هذا معناه أنه أنا بعت القضية ويبقى الرهان الكبير والوحيد لوصول الثورة لمرادها على المتظاهرين الصامدين في الساحات والشوارع بالرغم من القمع الحكومي والمليشوي الذي غمست مآربه بكسر إرادة المتظاهرين بمستنقع كبير من الفشل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر